نحن في الدرس السادس من الصعب أن أصدق لكن وضعت عنوانه خط الانطلاق ما المقصود بهذا العنوان حسنا كيف كيف نشأ يهوى المزيف بين شعب إسرائيل كيف نشأ يسوع مزيف بيننا في المسيحية في أيامنا هذه كلاهما نتجا عن ظروف متشابهة تلك الظروف هي قلب قاس بسبب غياب التوبة الحقيقية والآن لا أريدكم أن تتوتروا متفقون؟ أعرف أن الطريقة التي وعظوا بها عن التوبة في الماضي كانت متشددة وتسبب القيود التوبة بعيدة كل البعد عن التشدد بعيدة كل البعد عن القيود صحيح؟ سوف نتحدث عن هذا الأمر إذن لكي نتحدث عنه أريد أن أعود إلى أعمال الرسل عشرين في الدرس السابق قال بولوس في أعمال عشرين ستة وعشرين وسبعة وعشرين أني غير مسؤول عن عدم خلاص أي واحد صحيح؟ أنظروا لأعمال عشرين وعشرين هذه آية مختلفة قال بولوس لم أتردد في عمل أي شيء لمنفعتكم ولم أتردد ها هي مرة أخرى ولم أتردد في إعلان هذه الأمور علنا ومن بيت إلى بيت هذا شيء يقول علنا تذكر لم يتردد علنا صحيح؟ وشهدت لليهود واليونانيين على حد سواء لم يكلم اليهود فقط بل الجميع داعيا إياهم إلى التوبة في ترجمة أخرى يقول بضرورة التوبة تذكروا كلمة ضرورة قال بضرورة التوبة إلى الله والإيمان بربنا يسوع والآن اسمعوا يا شباب ماذا كان يقصد هنا؟ التوبة أمر ضروري أمر إلزامي ليس اختياريا للإيمان بيسوع المسيح والآن أريدكم أن تتوقفوا وتفكروا في هذا أمر إلزامي منذ بضع سنوات كنت صائما كنت في أول يوم في صومي وكنت في مكان ناء وحدي بعيدا عن عائلتي وقال لي الروح القدس يبني اقرأ مرقص واحد سمعته مثل ما أتحدث إليكم وبكل حماس فتحت مرقص أصح واحد ظنا أني سأرى أمرا لم أره من قبل وقرأت مرقص أصح واحد والروح القدس قال لم تفهم اقرأه مجددا فقرأته مجددا ومجددا وكل مرة يقول لم تفهم أعيده حوالي خمس مرات وقلت يا رب ماذا يحدث هنا؟ أرجوك أنا غبي أنا لا أرى ما تريدوني أن أراه وفجأة في المرة السادسة أو السابعة قفزت هذه الكلمات أمامي بداية البشارة عن يسوع المسيح وكلمة بداية قفزت من الصفحة هذا هو خط الانطلاق بداية البشارة ماذا قال بعدها؟ قال بعدها ها أنا أرسل رسولي قدامك ليعد الطريق ما للرسول؟ المعمدان وماذا كانت رسالة يحنى المعمدان؟ معمودية التوبة المعمودية تعني للغماس الكامل لا تعني توبة جزئية تعني توبة كاملة هل تتابعون؟ حسناً والآن الروح القدس قال لي هل لحظت أن المعمدان يظهر في بداية البشارة الأربعة؟ وفجأة سمعت في داخلي لا يوجد كتاب في العهد القديم باسمه قال السبب هو أن رسالة يحنى المعمدان هي بداية الإنجيل حسناً أنظروا عن يحنى المعمدان صحيح؟ انظروا هذه كلمات يسوع لأن شريعة موسى وكل الأنبياء تنبأوا حتى وقت يحنى لاحظتم أن يسوع لم يقل كل الأنبياء تنبأوا حتى وقتي أي يسوع؟ قال حتى وقت يحنى لماذا؟ لأن يحنى بداية البشارة إن لم تتحدث عن معمودية التوبة فقد تركت بداية الإنجيل أتفهمون هذا؟ وفجأة قلت يا إلهي والآن دعونا نعود إلى قصتنا عن جاستن وأنجلا حسناً ماذا على أنجلا أن تفعل لتتزوج؟ يجب أن تقول اتخذت قراراً وداعاً يا كل أحباء الرجال توني وريتش وجيم صحيح وأيرون وداعاً لا علاقة رومانسية بيننا سأعطي حياتي لجاستن لم تفعل ذلك فدخلت في هذا العهد بدون أي توبة التوبة هي ببساطة توديع الأحباء أتفهمون هذا؟ إذن لكي ما ندخل في علاقة عهد مع يسوع المسيح عريسنا يجب أن اتخذ قراراً أنا تقلصت من كل أحبائي في العالم متفقون؟ تتابعون؟ لهذا التوبة ضرورية رأيتم في ذلك الفيديو شعر جاستن بالغيرة الله يغار هذا ما يقوله يعقوب الروح يريدنا أن نكون له وحده بسبب غيرته إنه لا يغار منا بل يغار علينا أتفهمون هذا؟ يقول يعقوب قلوبكم منقسمة بين يسوع والعالم هذه هي التوبة إن نظرتم إلى يحن المعمدان ما هي أول كلمتي في الكتاب؟ توبوا لأن ملكوت السموات قد اقترب هل تعلمون ماذا كانت أول وصية قالها يسوع في الكتاب كله؟ ما هي أول كلمة قالها؟ راقبوا توبوا هذه كلمات يسوع وليس يحن المعمدان لقد غيرنا الآية توبوا لأن ملكوت السموات قد اقترب قال يسوع بالضبط ما قاله يحن في وصيته الأولى حسناً لنتحدث عن أمور أخرى قالها يسوع متى أحد عشر عشرين هذا مذهل يقول الكتاب ثم ابتدأ يسوع يوبخ المدن التي عمل فيها معظم معجزاته لأن سكانها لم يتوب عن خطاياهم لا يوجد رجوع إلى الله دون أن تتوب عن الخطايا أترون؟ حسناً دعونا نكمل ما قاله يقول يسوع أنا لم آت لكي أدعو الصالحين لكني جئت لأدعو الخطاط إلى التوبة أمر إلزمي ضرورة التوبة والإيمان بيسوع حسناً انظروا يقول يسوع لمجموعة أخرى هذه كلمة يسوع صحيح إن لم تتوبوا فستموتون جميعاً كما ماتوا لا يوجد رجوع إلى الله بدون توبة عن الخطايا لم ننتهي بعد ماذا عن التلميذ؟ لقد أرسل التلميذ يقول الكتاب ذهبوا ما هي رسالتهم؟ فخرجوا يبشرون الناس ويدعونهم إلى التوبة كل الناس يبشرونهم ويدعونهم إلى التوبة ماذا عن الغني في الجحيم؟ تعرفون الناس سوف يعرفون الحق بعد أن يخرجوا من الجسد فقال الرجل الغني لا يكفي ذلك يا أبي إبراهيم لكن إذا ذهب إليهم واحد من الأموات فسيتوبون أليس هذا غريباً؟ فقد عرف الحق في الجحيم ترون هذا؟ حسناً ماذا عن بعد القيامة؟ أتغيرت الرسالة بعد القيامة؟ انظروا ماذا يقول يسوع لتلميذه قبل أن يصعد قال مكتوب ولابد أن يبشر بالتوبة ومغفرة الخطايا باسمه لجميع الأمم ابتداء من مدينة القدس لابد أن يبشر بالتوبة للأمم لجميع الأمم إنها ليست رسالة لليهود فقط أتفهمون؟ ماذا كانت أول كلمات تفوه بها بطرس في اليوم الذي قالوا له فيه ماذا نفعل كي نخرص؟ ماذا قال؟ في تعليمات بطرس للحصول على الخلاص قال لهم توبوا لم يقل أعتقد أنه يفضل أن تتوبوا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم وماذا عن بولوس؟ بولوس الذي نال إعلان النعمة أليس كذلك؟ انظروا ماذا يقول بل بشرت أولا في دمشق ثم في القدس وفي جميع أنحاء اليهودية كما بشرت غير اليهود أي الجميع وحثثتهم على أن يتوبوا لم يقل شجعتهم أو اقترحت عليهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويعملوا أعمالا تدل على توبتهم هذا رجل الإعلانات والنعمة كيف نتجاهل هذا؟ كيف؟ هيا نذهب لله الآب دعونا نسمعها من الله الآب مباشرة هذا بعد القيامة انظروا ماذا يقول لقد تغاضى الله فيما مضى عن أوقات الجهد أما الآن فإنه يأمر وليس يقترح الناس في كل مكان هذا يشمل كولورادو وفلوريدا وكاليفورنيا حتى كاليفورنيا يأمر الناس في كل مكان بأن يتوبوا لا رجوع إلى الله بدون توبة أتفهمون؟ إن نظرتم إلى التعليم الأساسي ليسوع المسيح يقول في العبرانيين التعليم الابتدائية أليس شيئا أن يكون التعليم الأساسي هو التوبة عن الشر؟ لهذا لنترك وراءنا التعليم الابتدائية عن المسيح فلا حاجة بنا إلى الحديث ثانية عن التوبة عن الأعمال التي تودي إلى الموت عن الإيمان بالله سأقول لكم الحقيقة مستعدون لسماعها؟ لا يوجد إيمان حقيقي بيسوع المسيح بدون توبة عن الخطايا عن الخطايا المعروفة ما هي الخطيئة؟ إنها عصيان الله اسمعوا الآن لن نصبح مؤمنين إن كنا مرتبطين عن عمد بالمواد الإباحية صحيح؟ هذا كأنجلا حين قالت سأستمر مع توني أتفهمون هذا؟ لا يمكنها أن تتزوج جاستن إن كانت ما زالت مرتبطة بتوني هذا ليس علم الصواريخ إنه أمر بسيط جدا لا يمكن أن أصبح مؤمنا إن رفضت أن أتوقف عن ممارسة الجنس مع صديقتي خارج الزواج أنا أمارس الجنس مع صديقتي لكنني متزوج بها اسمها ليزابي فير والله أيضاً يحب هذا بالمناسبة جملة عن تراضية صغيرة على الأغلب لن تحب أن أقول ذلك أأمل أن لا ترى هذه الحلقة لا يمكن أن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن نتعد عن الجنس المثلي كيف تقول إنك مؤمن وتتمسك بالشذوذ الجنسي بينما يقول في كورنثوس الأولى ستة إن من يمارس الشذوذ الجنسي لن يرث الملكوت هذا مثل أنجلا وهي تقول سأتزوج جاستن وأحتفظ بتوني هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل فيديوهات وغيرها مجانة اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زهر cloudlibrary.org هل ترون المشكلة التي لدينا هنا؟ أترونها؟ لن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن نبتعد عن الغش في ضرائبنا صحيح؟ سأظل أغش في ضرائبي لأن الحكومة لا ينبغي أن تحصل على مالي أعطو مالي قيصر لقيصر لن نصبح مؤمنين إن تمسكنا بالتشويه الجنسي خلق الذكر والأنثى ليس النصف والنصف يقول الكتاب إن الله خلقهما ذكراً وأنثى فأقول يا رب أنت لم تكن تعرف ما تفعله كان يجب أن أكون أنثى هذا خطأ فادح صحيح؟ أترون كيف نظن أننا حكماء بينما قلبنا غبي؟ صحيح؟ فهمتم؟ لا يمكننا أن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن نغفر للغير لا يمكننا أن نصبح مؤمنين إن رفضنا أن لا نثرثر سأقول لكم معلومة قلتها لكم من قبل هناك أكثر من خمسمائة وصية سلوكية في العهد الجديد الحقيقة هي إن تمسكنا بما أوصينا أن نتركه فقد خلقنا يسوع مزيفاً نعبد الأوثان الآن تفهمون عبادة الأوثان أكثر نكون مخدوعون وإيماننا إيمان خيالي ليس إيماناً حقيقياً كيف سيعرف الناس هذا إن كنا نحن كسفراء اليسوع المسيح لن نخبرهم؟ كيف سيعرفون؟ سنكون بالضبط مثل عائلة أنجلا التي تفترض أنها ستعرف وحدها أن عليها أن تترك أحباءها لتتزوج ونحن أفراد عائلتها لا نخبرها فتتزوج جاستن متوقعة أن يظل توني والباقون معها صحيح؟ يجب على عائلتها أن تقول لها أنجلا إن كنت ستدخلين في عهد زواج يجب أن توديعي أحبائك سيقولون ذلك ها نحن جزء من عائلة الله نحن سفراء عن يسوع المسيح كيف سيعرف أولئك الذين ليس لهم علاقة بالله إن لم نقل أي شيء؟ صحيح؟ هذا هو من فعله يحن المعمدان قال توقفوا عن إخافة الناس أنتم يا جميع الدرائب لا تأخذوا أكثر مما يجب وهكذا كان محددا فيما كانوا يعرفون أنه خطأ معرفة الله ظاهرة فيهم لهذا السبب نظل نؤكد على أمور معينة في حكومتنا لأننا نحاول أن نسكت ضمائر الناس فلا تتكلم في داخلهم وهي تعرف أن هذا ضد الخالق نجعلهم يؤيدون دعونا نجعل الأمر مقبولاً دعونا نجعله حقاً مدنياً وهكذا تقول لكن ربما لا يقبلون البشارة هذه بداية الإنجيل تعرفون أن المعمدان قطعت رأسه لأنه تكلم عن اختيار جنسي لشخص قال له أنت تزني مع زوجتي في لبس أخيك هذا حرام وقالها علانية قالها علانية فقطعت رأسه ربما تقطع رؤوسنا لكن من الأفضل لك أن تفعل ذلك وترى البعض يدخلون في علاقة حقيقية مع المسيح على أن يكون لديك جماعة خلق يسوع مزيفاً ويسمعون في النهاية اذهبوا عني أنا لم أعرفكم وأيضاً سنواجه دمهم على أيدينا لأنهم منفصلون عن الله إلى الأبد لأننا نرحب بهم في عائلة الله والله يقول أنا لم أعرفكم هذا هو ما نفعله الآن صحيح؟ إذن ما هي التوبة لنتحدث عنها؟ أولاً التوبة في العهد الجديد تختلف عن التوبة في العهد القديم توبة العهد القديم كانت بالمصوح والرماد كانت تعبيراً خارجياً ليقولوا لله أنا تغيرت لكن شكراً لله أن الأمر داخلي في العهد الجديد إذا نظرتم إلى كلمة توبة ويتوب ستجدونها وردت 58 مرة وردت 24 مرة كاسم و34 مرة كفعل لنرى تعريف كلمة ميتانويا أو ميتانيو أنا آسف أعتذر أعتذر لكل خبراء اليونانية يمكنني أن أقرأ القاموس لكن لا يمكنني التحدث باليونانية أكثر تعريف منتشر ومعروف ومقبول لكلمة توبة هو تغيير الرأي أنجيلا تقول حسناً أنا لن أواعد توني مرة أخرى لأنني سأدخل في عهد مع جاستن غيرت رأيها بخصوص معادة توني أتفهمون ما أقصده؟ دعوني أقول هذا إذا تركنا الأمر عند حد تغيير الرأي سأفقد قوة تعريف الكلمة حسناً تقول موسوعة بيكر للكتاب حرفياً تغيير الرأي ليس بخصوص الخطط أو النوايا أو المعتقدات الفردية بل هو تغيير في الشخصية بأكملها من مصاري عمل خاطئ إلى الله أحب عبارة تغيير الشخصية بأكملها بماذا يخبرنا هذا؟ دعوني أقول هذا ربما أغير رأيي وأظل غير مقتنع أتفهمون ما أقصده؟ حسناً ما يقصده الباحثون بهذه الكلمات هو أنه يوجد ما هو أكثر من مجرد تغيير في الفكر إذا ذهبت إلى قموس آخر قموس لكسام اللهتي تجده يشرح هذه الكلمة بهذه الطريقة عملية فيها يعيد الفرد توجيه ذهنه وكذا إرادته بعيداً عن القطية وناحية الله تتضمن التوبة الذهن بالطبع لكنها تتضمن القلب أيضاً إنها تتعمق إلى الإرادة والمشاعر وتخترق إلى أعماق القلب نتغير لا نغير رأينا فقط بل نغير قلبنا كله نقتنع تماماً في أعماق كياننا صحيح؟ لأنه من القلب تأتي الأفكار الشريرة والقتل والفسق والزنا والسرقة وشهادة الزور والإهانة هذه هي الأشياء التي تنجس إن كانت كل هذه السلوكيات من الفكر فتغيير الفكر يصلحها أترون أنه ليس تغييراً في الفكر فقط بل في القلب وفي الإرادة والمشاعر؟ السلوكيات الآن سأقول جملة ربما تضيق البعض منكم ينشأ السلوك سواء أكان عفوياً أو اعتيادياً من داخل أعماقنا حسناً إن كان تقديم توبة حقيقية هو تغيير في الفكر فقط لما قال يسوع أبداً هذا ولم نكن سنقرأ كما شعر في نفسه هكذا هو صحيح؟ الطريقة التي أدرك بها الحياة في أعماقي تملي على تصرفاتي وردود أفعالي وهذه هويتنا تقول ماذا؟ تصرفاتي وردود أفعالي هويتي أعرف أن هذا ليس بالخبر السعيد لكنها الحقيقة لأن يسوع قال ستعرفونهم من أعمالهم أي من تصرفاتهم بهذا يمكنك أن تعرف ما إذا كان الشخص مؤمن حقيقياً أم لا من تصرفاته لأنها تخرج من القلب نحن نعرف من تصرفاتنا وبما أن ما ينتج هذه التصرفات هو القلب إذن التوبة هي تغيير في القلب أنتم معي؟ حسناً الحقيقة هي أننا يحكم علينا من أعمالنا وليس من نوايانا وهذا يظهر قوة الإنجيل الإنجيل يمكنه أن يغير شخصاً بكل رغباته القلبية الداخلية هذه قوة الإنجيل الناس في العهد القديم كانوا محدودين لهذا قال يسوع في العهد القديم كان يجب أن تنام مع امرأة لتصبح زانياً في العهد الجديد تنظر وتشتهيها فتعتبر زانياً لماذا؟ في الحقيقة هذا مطلب أصعب لكنه في الواقع ليس مطلباً بل ثمر لقلب تغير القلب الذي تغير لن يشتهي امرأة حين يكون في عهد مع امرأة أخرى تفهمون؟ تحدث التوبة حين ننتبه للحق ونقتنع بالكامل من أعماق كياننا بأن فلسفتنا تتعارض مع إرادة خالقنا هذا الإدراك القلبي لا ينتج عنه تغيير في الرأي فقط بل في رغباتنا وسلوكنا أيضاً ما نرغب فيه يتعارض مع الله فنقرر بحزم من أعماق كياننا أن نتغير ونبتعد عن الشر الخلاصة هي التوبة ليست أمراً سلبياً بل إيجابياً لأنها بداية العلاقة الحميمة مع الله هل نريد أن نكون الشعب الذي يلعب كنيسة تحت الجبل خالقين يهو مزيفاً؟ أم نريد أن نكون موسى فوق الجبل في علاقة حميمة مع الله؟ لنتحدث عن العهد الجديد هل نريد أن نكون من يحضرون المؤتمرات والكنائس؟ وحين نخرج ننسى ما هو لأنه ليس في علاقة حميمة مع يسوع؟ الشعب الذي خلق يسوع مزيفاً والآن يمكنني أن أذهب إلى السماء وأعيش كما أريد أيضاً بما يتعارض مع خالقي دعوني أقول إن الإنجيل قوي جداً لا يحرر من عقاب الخطية فقط بل يحررنا من قيود الخطية أيضاً سنتحدث عن هذا لاحقاً أراكم لاحقاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر